هذا صدر قرار المدير الرياضي في النادي الاهلي بقراره الكابت المحمد رمضان بتغريم اللعب امام عشور لعب الفريق مليون جنيه نظرا لما بدر منه تعليك تعليك ان انا افاصل اللي قلته في المقدمة كلنا على قدري غلطة الشاطر بألف لما تبقى نجم كبير والناس حطاك على الراس ما تغلاش الاخطاء اللي عملها المبتدئين وانا هنا لا اتحدث عن انفعال لحظي التصرف فردي لانه لما بيتكرر من النجوم بالذات يبقى لازم نتوقف هو فيه ايه طيب تعال ندرس الملشهد العام في النادي الاهلي وعشان اللعيبة برضو تفكر فيه وعشان المسؤول هو بتعامل مؤكد هو بيبحث على الاسباب ولكن اذا كان دورنا ان احنا نساعد يا رب الكلام اللي حوله ده يكون فيه مساعدة عندما تصل الاشادة وتتجاوز دورها الموضوعي لمجرد ان انا برد على المنافس او ان انا يعني بنخلق اساطير ردا على خلق اساطير وتاع انا مريش دعا في غيري انا اللعيب عندي يقيم باداءه والتزامه وسلوكه وجماعيته مش لانه امهر واحد عندي امهر واحد عندي هيحاسب على قدر المتوقع منه احنا لسه دلوقتي انتهت مباراة السوفر في الكرة السلة امهر الناس علانة ليه من الكابتن العظيم الموهوب جدا يهاب امين لان حجم الامال عليه لانه خسر تسعة وتمانين اربعة وتمانين حجم الامال عليه عالي جدا متعدلين خطأ ما كانوش متوقعين من نجم كبير اذا الزعل على قدر غلطة الشطر بالف انا متأكد ان واحد باتزان يهاب امين حيستوعب اسباب الزعل وحيحاول يعالج هذا الامر النجم اذا لم يدوب في جماعية الفريق مش حينجح لوحده ده في الباسكت وفي الكرة يعني انتربطت غلطة ملعب وغلطة بره الملعب كله ما هو انت الوقتي هو العب زعلاني في النادي القل اللي ما بيلعبش لانه مش مستوعب الماشي هو بيقولك انا ازاي يبقى كويس واتريكن يا عم فيه على فكرة اذا كان المدرب ده اي مدرب مش كولر بقى ايه عشان تبدل كويس لازم ترتاح دي المصلحتك مصلحت الفريق والمصلحتك انت اكتر لانك طول ما انت كويس ساعة ما تلعب وتبان كويس انت كده نجم كبير لكن لو عدى بقى كل واحد هو غطبان يرجع طالع مبوز ولا شوح ولا يعمل وبعدين يبارطم وبعدين الطاقة السلبية دي بتتنيل الفرقة احنا كده يا جماعة بنضر نفسنا ايه فاللعيبة لازم تبقى مستوعبة فكرة ان مائما كنت كويس لان توقعت شوية مالهاش دعوة بنت كويس يا جوزه هو شايفك انه حمل عليك زيادة عايش رياحك او هو صاحب القرار لا يا سيدي هو صاحب القرار انا كنجم شايف لازم انا استوعب مش بس كده ما هو صاحب القرار هو هيعمل القرار لو قد تبقى في المعنى الحرفي لترتيب المسئوليات وترتيب الحقوق لا مش من حقك تخضب لكن انت عشان تفهم فما تخضبش هي ايوة فالدينة تمشي سالثة وخلي بالكوا جماعة ان اللعبة دي طبعا متأثرة بالمناخ العام وبتلاعب فيها في ودنها جدا 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 سواء من الناس بغير قصد اللي بتحبهم لذلك انا تملي اقول جماهرنا الجميلة على انت على قدمة بتشجع ما تروحش تاخد النجم تعلي فيه قوي عشان ما يحسش انه انتوتشبل غير قابل لللمس احنا باشر كل واحد تجيله لحظة لازم ييرتاح يحسب على ادوار ما بيلعبهاش واذا النجم ما كانش في اطار المجموعة ضرره هيكون مش امام هنا بقى انا بتكلم بشكل عام لأي واحد بيبوز ويغلط مش ماقول حنعيش والمسؤول لازم يدور هو هو ده سببه ايه فيه ناس بات يا جمهورنا ما تقرنوش اللعيبة بتاعتنا ببعضها ايه وعا تغلط الغلطة دي ايه وعا تيجي لعيالك تشكر في واحد وتزم في التاني حتى لو انت شاف ان واحد عامل اللي عليه والتاني مقصر بالعكس خدر مقصر على جنب وديله ده وافع انه يحس من نفسه وكل ما اخد خطة لقدام لازم ييتم الاشادة بيه والتاني عشان برضو ما يحسش انه غير قابل للنقد مش على طول المتح ف ما تقرنوش لعبتنا ببعض ايه وعا تغلط قط اللبس معناها ان اللعيب هتحبه بعض هتحبه بعض واحنا عملين نقول ده لعب وده المفروض يلعب وده ما لعبش ليه وده حسن من مين وده كل اللعيبة اللي تهجمت النهاردة هي نجوم الفرق وهي اللي شايلاء افهمه من دروس المشهد انتوا بغير قصد بعضنا بيوصل للعيبة رسلات غلط اتمنى اتمنى الرضع طبعا الرضع السيد إبراهيم مطلوب وتطبيق اللواح مهم جدا وفرض النظام اهم وما فيش اهمة من نادي لكن الاجمل من كل ده انك ما تضطر الشطاب بقى العقوبات ازاي ان يبقى فيه استيعاب انا وانا بتغير فاهم بتغير ليه حاجة تكتيكية اللحظة بتقول ارتاح زميلي عايد محتاج فرصة فاهم ازاي لو استوعبنا هذا كل الناس هتقبل بعض حسن لعبتنا كبار وبيحبوا بعض وبيبان قوي قوي مسندتهم لبعض لما حد بيتعرض لنجوم ويجيب جنو اللي بتاعة تلاقي الفرقة كلها حاجة توقف معاه فارجوكم ارجوكم ارجوكم خلي بالكم استاذ ابراهيم لما تقال في 2008 ينوقف النادي ينوقع الاهلي الموضوع ده ماشي باحترافية ووصل لمرحلة النضج انت بتعم تم فيه سيناريوهات فيه خطة جماعية فيه ناس بتفكر وناس بتنفذ وبدقة ويباني الكلام انه سازج وتضحك عليه في الاول ويجب انت شوف العبد شوف يقول ايه بعد شوية الحاح 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 وبعدين ياخد انت عندك انت بقى يهجمك 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 ونوع من الابتزاز كل واحد يجي تكلم اديله عشان يخاف يتكلم ايه احنا وصلين لدي نتمنى ان ندرك المشهد الاعلامي صح عشان يتعامل معه صح امام عشور تقول له ايه اقول له كل اللي فده كل ده اه يا كابتن امام ايه مؤكد انك لعيب عندك امكانيات كبيرة بس انت مش احسن حاجة في الدنيا لسه تقدر تكون احسن حاجة اه تقدر تقول انت ما كنتش وانت في زميلك احسن لعيب في مصر بس كنت لعيب واعد جدا 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 وانت عندي لعيب مهم جدا 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 زي زميلك الكبار اللي حواليك ايوه واخد بالك فلما ييجي ماتش واحد يلعب ويتم الاشادة به انت ما تزعلش وما تقلعش دوس عشان ترجع وتلعب وتريح زميلك ده لما يحتاج الراحة ونستفيد منك ومنه وانت راجل انا عارف معدنك انك انسان كويس اللي بيلعب في ودنك ده طلعه من ودنك ودوس عليه طلعه من ودنك ودوس عليه لانه حشرة هتخرم لك طلبة ودنك طبلة ودنك اللي بيلعب في ودنك مش بيقصد مصلحتك ده عايز يخلص عليك ويخلص على ويهزي استخرار الفريق وتكير انا اقول امام مش امام انا اقول للا امام وكل النجوم اللي هي بتحس احيانا انها طلعه متضايقة او اعدى متضايقة اعرفوا انت جايلك دور هتو بالعيد مهمة جدا جدا وزميلك يرتاح دي شيم يعني سمة الفرق الكبرى وفتكر انت ليه بتكسب بطولات عشان انت بفرقة بتعمل كده وهو ده سبب البطولات تاني وتامن وعاشر ودائما وابدا حبوا الاهلي كما وجدتموه وجدناه منظم ما فيش حد اهم من الكيان العمل الجماعي اهم من العمل الفردي وكل اللعبة اللي بيجيبها النادي الاهلي نجوم ما بيجيبش غير نجوم